الازمة الدائرة بين الحكومة والامارات لا تزال بلا افق واضح حتى لا نا خصوصا بعد خروج البنك المركزي اليمني عن صمته واتهامه خلية تابعة للتحالف في مطار عدن بعرقلة وصول الاموال الى البنك المركزي وفي خطوة فسرت لدى مراقبين بتصاعد الازمة بين الحكومة وقوات الامارات حول طريقة ادارة المناطق المحررة خصوصا العاصمة المؤقتة عدن قام الرئيس عبد الرب منصور هادي بزيارة عاجلة الى دولة المغرب تبدو هذه الزيارة خارج سياق الزيارات الطبيعية بين الدول فالرئيس هادي يزور المغرب ليس للقاء بالملك المغربي بل الاجتماع بالملك السعودي سلمان الذي يقضي اجازته السنوية هناك يناقش هادي بحسب وكالة الانباء اليمنية سبا مستجدات الاوضاع في اليمن لكن محللين يربطون بين الزيارة والازمة المتصاعدة بين الحكومة وقوات الامارات التي تتحكم بمفاصل امن المحافظات المحررة بدأت الازمة بين الحكومة والامارات مع منع طائرة الرئيس هادي من الهبوط في مطار عدن واشتدت مع قرارات رئاسية تعيين عبد العزيز المفلحي محافظا لعدن كبديل لعيدروس الزبيدي المقرب من ابو ظبي وبلغت تلك الازمة ذروتها مع تصريحات وصفت بالقوية لمحافظ عدن المفلحي الذي رفض فيها بصراحة طريقة تعامل مسؤولية تحالف مع السلطة المحلية بعدن زيارة الرئيس هادي للمغرب للقاء الملك السعودي بعد كل هذه التطورات خصوصا وانها تلت مغادرة رئيس الوزراء العاصمة المواقتة الى الرياض فتحت نوافذ من التساؤلات عن طبيعة مستقبل العلاقة المتأزمة بين الشرعية والتحالف ترجمة نانسي قنقر